مشهد أقل ما يوصف به بأنه فضيحة عسكرية طورت فيها وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أصبح مثار سخرية العديدين في إسرائيل والمنطقة بسبب الأمر المفاجئ وغير المتوقع الذي قام به خلال الهجوم على إيران فماذا فعل؟ العالم في واد وهو في واد آخر بتلك الجملة الساخرة تفعل العديد من روادي منصات التواصل الاجتماعي على الصور المتداولة لوزير الدفاع الإسرائيلي والتي سببت حالة واسعة من التهكم بين الكثيرين منهم ففي الساعات الماضية شنت إسرائيل هجوما جويا على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على مواقع عسكرية وأمنية على إيران في الأول من أكتوبر الجاري وبالطبع خلال الهجوم على إيران حرست القيادة السياسية الإسرائيلية المتمثلة في رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ووزير الدفاع يو أف جالنت على متابعة الهجوم من غرفة القيادة في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وانتشرت ثور للرجلين خلال متابعتهما سير العملية العسكرية حيث بدأ على نتنياهو حالة من عدم الارتياح والوجوم وكأن الهجوم الإسرائيلية لا يعجب من حيث الشكل أو المطمونة لكن المشهد الأكثر لفتا للانتباه تمثل في وزير الدفاع جالنت الذي نشرت حسابات رسمية إسرائيلية صورا له وهو يتابع تنفيذ الضربات وتأثيرها على المواقع الإيرانية من خلال شاشة عرض ضخمة تظهر له تنفيذ الهجوم وظهر على الشاشة ثور انفجار كبير جدا مع توضيح باللغة العربية على أن الصور تأتي مباشرة من إيران ما هي إلا دقائق معدودة حتى ظهرت الحقيقة وانكشف السر وراء تلك الصور بشكل أثار ردود أفعال سلبية للغاية في إسرائيل من قادة حكومة نتنياهو وتحديدا من يو أف جالنت حيث اتضح أن الصور التي ظهرت على الشاشة هي صور قديمة وجاءت من صور انفجارات في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت ولا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بإيران بعض المتابعين قالوا إن جالنت على ما يبدو لا يعرف بالضبط ما الذي يفعله الجيش وجنرالاته الذين يخضعونه ويعطونه صورا بعيدة عن صور الحدث الحية وفي الوقت الذي يدير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارسي هاليفي الهجوم بنفسه من مقر قوة سلاح الجو الإسرائيلي بدأ أن وزير الدفاع لا يعلم على وجه الدقة ماذا يجري في الهجوم حيث تولى هاليفي والجنرالاته إدارة المعركة بعيدا عن جالنت الذي يشاهد صورا من حدث ومكان غير الحدث الذي يقع وهو ما جعل جالنت يبدو ضعيفا ومثيرا للسخرية أمام الرأي العام الإسرائيلي وسط تأكيدات إشارات إلى أن الجنرالات يتعاملون مع الأحداث بعيدا عن القيادة السياسية التي لا يعبأون بها كثيرا ويتصرفون بمحض إرادتهم فما هو السر برأيك في تلك السورة المحرجة لوزير الدفاع الإسرائيلية؟ شكرا